اشتركوا في القناة اكيد سالي عم نحكي عن الخط العربي اكيد الخط العربي ما في اجمل منه وانه بالخط السهل وهو اعجاز مثل اعجاز القرآن الكريم لانه نزل القرآن الكريم باللغة العربية هو اعجاز الخط العربي لدايما حتى بدول الغرب بيسألوا عنه وحتى بلوحاتهم بيحاولوا انه يكون موجود الخط العربي الخط المميز لنتعرف اكتر عن هذا الموضوع معنا الاستاذ ادهم فادي الجعفري مدرس مادة الخط في معاهد دمشق وكاتب المصحب الشريف اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا صباحا صباح الخير رمضان كريم يعني اليوم ساز عم نحكي عن الخط العربي خلينا بالاول ناخد لمحة عن الجمالية عن مستوى الجمال والروحانية الموجودة فيه طبعا الخط هو التدوين الكتابة هي التدوين نعم والعلوم بحاجة الى التدوين وهذا التدوين له وظائف في على مر التاريخ ومن اسمى واقدس شيء هو كتابة ايات القرآن الكريم نعم التي بدأ الخطاط والكاتب به الارتقاء بفنه حتى يوصل هذه القدسية الى الناظر وإلى القارئ فآيات القرآن الكريم يعني الحقيقة لم يتطور الخط إلا خدمين للقرآن الكريم تماما وهذا الارتقاء العالي والقدسية وإيصال هذه الآيات والمعاني المقدسة بإن كان في المصاحف أو كان في اللوحات نعم فوصل إلينا القرآن الكريم بكتابات بعدة خطوط عبر التاريخ فكتب أولا بخط الكوفي قرن الأول هجري ومر أيضا بمراحل وهي تطور الكتابة وتطور في تدوين القرآن الكريم أولا ضبط نقاط الإعراب نعم وعراب القرآن ثم أيضا وضع نقاط أخرى وهي نقاط الإعجام فأولا كتب القرآن بدون تنقيط وبدون تشكيل بعد ذلك بدأ التطور اللغوي والجمالي نعم عم نشوف بين إيدك شيء بدك تحكي لنا عنه نعم ونشرح أكتر عنه يمكن بخطوط مختلفة ولكن ما صب هو الخطأ العربي ولكن بطريقة مختلفة بفصاميم هي هذه المصاحف الموجودة في المتاحف نعم وقد صورت هنا في هذا الكتاب نعم على مر التاريخ مثلا نأخذ من الكوفي القرن الأول هجري وهنا في بعد ذلك أيضا تطور الكوفي إلى أنواع أخرى هنا في القرن الثالث الهجري وكيف بدأت التشكيلات ووضع الزخارف والتذهيب بالذهب الخالص هنا بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرا من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نلاحظ هذه الجماليات العالية في الحرف وفي إتقان الكتابة وأيضا التشكيلات بلون مختلف أتت بلون أحمر وأيضا دلالات لغوية وتزيينات بلون أزرق وأيضا الذهب الخالص الذي زخرف به هذه الصفحات القرآن الكريم أيضا هنا في صفحة أخرى أيضا من الخط الكوفي أيضا من القناة الثالث الهجري بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة هنا طبعا نلاحظ جمالية الحرف وكيف التوازي للأحرف وهذا التنسيق والتدقيق في الكتابة حتى نصل بها إلى أعلى مستوى من الجمالية العالية نعم يعني يمكن نشوف بكل نوع من أنواع الخطوط هي لوحة بحد ذاتها مع اختلاف أنواع الخطوط خلينا نتعرف من حضرتك بلمحة سريعة نواع هذه الخطوط ليه أوقات أستاذ نصفنا شوي باللوحة بيصعب علينا قراءتها لكن منشوف عن بعد يمكن أن هي لوحة فنية حقيقية تماما الخطوط لها وظائف يعني نجأة الخطوط لوظائف معينة مثلا خط الكتاب اليومي بحاجة أن يكون واضح وجميل نعم أما كتابه في اللوحات مثلا خط الكتاب اليومي يستخدم به خط الرقع لأنه خط سهل وسريع الكتاب أما كتابة اللوحات يستخدم بها خطوط أخرى مثلا خط الثلث مثلا خط الكوفي كما نشاهدون المصاحف بالخط الكوفي وأيضا خط الديواني خط الديواني الجلي يستخدم بها عدة خطوط حتى نصل بهذه الكتابات الموجودة إلى أول شيء إلى جمالية في عين الناظر نعم بعد ذلك هذه الجمالية تنتقل إلى الفهم فهم هذه الكلمات ثم العمل على هذه الكلمات مثلا دائما في اللوحات مثلا نأخذ آيات من القرآن الكريم أو أحاديث أو أبيات من الشعر أو حكم تمام هذه لكي تظهر بشكل جميل يسخب لها تكوينات خطية هذه التكوينات الجمالية تعطي للوحة جمال وتعطيها أيضا بعد فني عالي نعم يعني مثل ما نشوف فرح هنا بدأنا بهذه الكتابة سنتممها الآن هي رمضان شهر القرآن بدأت بها والآن سأتمم إن شاء الله بهذه الكتابة يومي خلينا نشتغل فيها هي بريئة الخط الديواني الخط الديواني خط لين وهذا الخط يقبل التكوينات لإيصال إلى الناظر هذه المعاني الجميلة وهذه الأفكار الفكر في داخل اللوحة جميل نعم راحة للعين لما منشوف خط حلو لما منشوفه فعلا هو لوحة حقيقية صحيح نعم هي الخط تشتهد كتبي يعني نزهة بصرية ايه تماما نعم وهذه التكوينات والمستوى العالي شو نوع هذا الحبر هذا الحبر حبر مصنع نباتي نباتي ايه طبعا الحبر النباتي أفضل من الكيميائي أولا في الكتابة لا بالعكس رائحته جميلة يضف لها العطور ومطلق العمل اللي بيكتبه نعم ونوع الخط اللقل عم نستخدمه هذا الخط الديواني نعم شو أكتر نوع من الخطوط بتحبه أستاذ والله أنا أحب الخطوط جميعا لأن كل خط له وظيفة استخدام ولكن أميل إلى خط الثلث أكثر شيء يعني هو الخط الأشهر خط شو خط الثلث الثلث تكون بشكل مثلت لا خط الثلث هو يكتب به محارب المساجد يكتب به الكتابات الكبيرة اللوحات بهذا الشكل طبعا هو خط الثلث كان عبر التاريخ الخطوط لها قياسات فكان يوجد خط اسمه الطومار خط كبير فأخذ منه قياسات للأقلام الأصغر خط النصف خط الثلث خط الثلثين لكن الذي استمر هو خط الثلث نعم 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 هنا اللوحة بناء رمضان شهر القرآن على طبقات مبنية بناء حتى تقرأ من الأسفل إلى الأعلى نعم نعم والحقيقة كما قلت قبل قليل بعض اللوحات يعني بحاجة إلى تدقيق في القراءة وهذا يعطيها جمالية نعم 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 حتى أستطيع أن أجمع مفردات هذه اللوحة نعم نعم وهذه ميزة تختلف عن باقي اللوحات والفنون الرسم الخط بحاجة إلى تتابع في القراءة نعم أستاذ لما بدنا نحكي نحن عنه الخط العربي وسواء من جماليته وآلية كتابته وكل شي هو أكيد بحاجة لحالة روحانية لحتى الشخص يقدر يوصل لهذا المستوى من الجمال بده دقة كتير كبيرة بده هدوء بده تركيز بده حتى نظرة جمالية بتختلف من أستاذ لآخر ده بتوافقني الرأي شو بتحب تضيف كمان أنه ميزات الشخص اللي فعلا قادر ينجز لوحة مثل ما تفضلت وعملتها هلأ إمكان بدقائق معدودة نعم الحقيقة كل خطاط يضيف من روحه في الكتابة نعم يعني إذا شفنا لوحات لعدد من الخطاطين بدون توقيع نستطيع أن يعني إذا كان طبعا هذا الخطاط مشهور بصمة نستطيع أن نعرف هذا الخطاط من هو نعم من خلال كتابته واسلوبه والروح التي يضفيها في اللوحة التي يكتبها نعم يعني العلاقة بين اللوحة والكاتب علاقة وثيقة جدا وأيضا بحاجة هو إلى مستوى عالي من الروحاني حتى يستطيع أن يكتب واستعداب نفسي وخاصة كتابة آية القرآن الكريم بحاجة إلى تفهم هذا المعنى معنى هذه الآية أو الحديث أو بيت الشار حتى يستطيع أن يكتبه بشكل يصل بالكتابة إلى الناظر ليفهم هذه الكتابة نعم وكثير من اللوحات لها استخدام ودلالات فيه بالشكل تفيد المعنى نعم يعني الشكل يعطي فائدة للمعنى المكتوب يصل بالقارئ إلى وقع في نفسه بهذه المعاني بشكل أكبر نعم نحن في المصاحف دائما نقرأ الآيات بتتابع لكن نأخذ بعض الآيات ونضعها في لوحة ما الهدف من هذا الشيء؟ أول شيء شيء جمالي شيء آخر تركيز هذا المعنى الذي تعطيه الآية مثلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عندما أعلق هذه اللوحة في الآية في منزلي وأقرأها دائما سيستقر هذا المعنى فيه ثم ينتقل إلى الممارسات اليومية والعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن يعني فهذه الآيات وتمثل هذه المعاني من خلال هذه اللوحات التي نراها اللوحات الجميلة نعم يعني مثل ما حكيت استاذ حضرتك مدرس أيضا بمعاهد دمشق بتدرس كمان كيف عم بتلاقي هيك الشباب لتقبلهم لهذا الخط الجميل قديش مثل ما حكيت أنه كل حدا بيعطي من روحه لأي لوحة أو أي كتابة معينة كيف عم بتلاقي التجاوب كيف عم بتلاقي شباب تجاوب كبير جدا الحقيقة الخط فن فطري نعم يعني كل الناس بيحبوا الخط مثل ما قلت أول شيء أيضا حتى الأجانب أنا كان عندي عدة معارض في دول غربية الزائرين لا يعرفون اللغة العربية لكن يتمتعون بهذه الجمالية جمالية الحرف فالطالب عندنا عندما يكتب بشكل جميل يشعر بسرور في داخله أكيد والحقيقة يعني أيضا في تحسين خط الطلاب لا يستطيع الطالب أن يكتب بخط جميل إلا إذا أراد هو يعني هو أولا الدافع منه الذاتي لكن إذا كان أجل المدرس يقول له لكتب خط حلو وركز عليه بهذا الأمام لا يكتب إلا إذا أراد هو نابع منه والنتائج التي نراها في المعاهد نتائج مزهلة والطلاب كلهم يعني يهتمون بالخطوة يقدرون بالتقليد وكتابة اللوحات صحيح أستاذ فعدي يعني طول الحديث الممتع معك يعني وأيضا نتمنى لك كل التوفيق بيدرسك بالمعاهد وغيره شكرا كثير لوجودك معنا ورد صباحنا وشكرا لهذا الخطأ الجميل لأضعت شيء جميل لعائلنا أكيد بننكرر شكرنا لحضرتك في النوحة أنه حضرتك كمان ساهمت بتخطيط المصحف الشريف الشريف طبعا وقيمة جمالية عمل شوفها أيضا شفناها بهاي اللوحة بخلال دقايق معدودة شكرا كثير لوجودك معنا شكرا لكم وكل عمدودة لخير